قلوب عامرة السلام عليكم تحياتي لك يا فاطمة والدكتور محمد أنا ابني عنده سنة وشهر بيرضع صناعي كنت عايزة أعرف بعد السنة الأولى أبطل أديله اللبن وإيه كمان هيبقى البديل ليه وإمتى يشرب اللبن العادي بتاعنا طيب هو أولا ما فيش حاجة اسمها إمتى هيبطل بعد السنة الأولى لا هو اللبن الصناعي هو البديل الطبيعي والشرعي والوحيد للبن الطبيعي اللي هو لبن الرضاعة تمام يعني إذا تعذر الرضاعة الطبيعية الرضاعة الصناعية بتاخد نفس المدة السنتين آه بناخد نفس المدة ولكن بيتحدد نوع اللبن الصناعي حتى في السنة الأولى حسب احتياجات الطفل وحسب احتياجات نمو يعني فيه أطفال بتبقى محتاجة بروتينات أكتر فيه أطفال بتبقى محتاجة حديد فيه أطفال بتبقى محتاجة مثلا ألبان خالية من اللاكتوز وهكذا تمام بعد السنة الأولى بيبقى فيه أنواع تانية اللي بيختار الأنواع لصاحبة السؤال اللي بيختار النوع ده هو الطبيب المتابع لطفلك مش إحنا ما ينفعش نقولك خدي النوع الفلاني لأ لازم هو يفحص طفلك يشوف معدلات النمو بتاعته النمو كاملة مش بس النمو الجسماني يعني النمو الجسماني النمو العقلي والنمو الزهني والنمو الحسي وكده وحتى النمو النفسي وكل حاجات دي وبعدين يبتدي يقرر ايه نوع اللبن اللي هتكملي عليه في السنة التانية احنا عملنا حلقة عن الفطام ممكن تدخل على اليوتيوب هتعرفي ان الموعد الاساسي مش لازم تبدأي قبل سنة وتمن تشهر او سنة وعشر تشهر مش لازم تبدأي قبل كده بالنسبة للبن الطبيعي بقى اللي احنا بنشربه اللبن الحليب ده بيبقى بعد نهاية السنة الاولى صحيح ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال استبدال اعتباره كرضاعة هو مادة غزائية اعتبريه رز اعتبريه فصوليا اعتبريه كوسا ما تعتبروش خالص ايه؟ فصوليا كده فصوليا اعتبريه لكن المهم ايه؟ ما تعتبروش لبن رضع ده بديل لبن الرضع غير لما الطفل يعدي السنة يعني تاخده زي المادة الغزائية بقولك زي المية كده بس وما نزودش عن كوبايتين في اليوم واستحسن اقل عكس ما كل الناس متصورة تمام والاضافة النكهات له ما بتقللش من فايدته يعني لو اللبن بالموز بالفراولة بالشوكولاتة ما بيقللش من فايدته تمام وبيشرب او بنقدم للاطفال اللبن العادي الكامل الدسم مش النص دسم ولا الخالي لان الاطفال ما عندهمش مشكلة عشان نجي لا تحيز تحنا نجيب لنفسنا نص دسم او خالي فالبيت كله بيشرب زينا ايوة بالزبط لا بس لا نجيب بقى للولاد يا رماشي كمان ده موضوع تاني